أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نريد إن شاء الله تعالى أن نقرأ رسالة أحكام البرزخ وترتيب الانتقال إليه ومنه لسيد الشيخ الأكبر محيدين بن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي ثم الدمشق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فنبدأ وبالله التوفيق هذه الرسالة رسالة أحكام البرزخ أو الرسالة البرزخية هي من الكتب المؤكدة نسبتها إلى سيد الشيخ الأكبر محيدين بن العربي وقد ذكرها في إجازته للملك المظفر غير أنه لا يوجد بين أيدينا أي مخطوطة أصلية أو أي مخطوطات قديمة قريبة من عهد الشيخ محيدين فهذه رسالة نادرة لا يوجد منها سوى بضع مخطوطات وأغلبها حديث فسنعتمد على هذه النسخة الموجودة في تركيا في جامعة أنقرة في كلية الإلهيات تحت رقم 36320 وهي تتألف من ثلاثة لوحات فهذه هي الصفحة الأولى ثم الصفحة الثانية والثالثة ثم الصفحة الرابعة ونصف صفحة فهي حوالي أربع أو خمس صفحات فهي رسالة قصيرة وأغلب ما فيها من المعلومات موجود في كتاب الفتحات المكية غير أنها هنا مجموعة ومتناسقة بموضوع متكامل يبين فيها الشيخ محيدين أحكام دار البرزخ وترتيب الانتقال إليه ومنه فنبدأ إن شاء الله بقراءتها مع شرح يسير والله الموفق لا رب غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اخترع الأعيان وأبدع الأكوان وأوجد البرازخ بحقيقة الإنسان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وآله وصحبه المشيدين لمراتب العرفان والتابعين بأحكام الإسلام والإيمان والإحسان والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه رسالة مجتملة على بعض أحكام دار البرزخ وترتيب الانتقال إليه ومنه اعلم أن البرزخ عالم مستقل بين عالم الدنيا وعالم الآخرة وهو مستقر الأرواح من حين أوجد الله المخلوقات إلى حين انقراض الأرض والسماوات قال الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الوجود وقسمه إلى ثلاثة عوالم دنيا وبرزخ وآخرة وكذلك كانت العوالم ثلاثة ملك وملكوت وجبروت وأوجد الله الإنسان من مجموع فجعله جسما ونفسا وروحا فهي أيضا ثلاثة فأوجد الجسم عن الدنيا وجعله مظهر عالم الملك وأوجد النفس عن البرزخ وهي مظهر عالم الملكوت والروح عن الآخرة وهي مظهر عالم الجبروت فإذا كان الإنسان في عالم الدنيا كما هو الحال عندنا الآن كان عندئذ الحكم للجسم الظاهر عنده وتكون النفس والروح مندرجتان تحت حكم الجسم مخفيان بظهوره ويصل الإمدادات إليهما بواسطته ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نوع من هذه العوالم الثلاثة التي هي الجسم والنفس والروح جعل له صفة موكلة بها هي الناقلة لها والفارضة عليها وجودها والقابضة لحياتها فجعل الموت بواسطة الملك المولى قبض النفوس والأرواح عن الجسم الميت له بانقضاء حياته عند الانتقال انتقالهما إلى دار البرزخ فعندئذ تنشأ النفس في النشأة البرزخية النفسانية النفسانية تنشأ على الصفة العالقة عليها من تخلقاتها على الصفة الغالبة عليها من تخلقاتها ومعاملاتها وعقائدها قال الله سبحانه وتعالى لمن أنكر ذلك بلى قادرين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وذلك إخبارا منه سبحانه وتعالى عن النشأة البرزخية النفسانية ثم إنها يعني النفس تتنعم وتتعذب في دار البرزخ التي نشأت عنه يعني لأن كما قلنا الجسم هو من طبيعة الدار الدنيا والنفس من طبيعة دار البرزخ فهناك النفس تتنعم وتتعذب في دار البرزخ التي نشأت عنه ويصل عندئذ النعيم والعذاب للجسم والروح ويصيب كل واحد منهما من ذلك بواسطة النفس كما كان يصل للنفس والروح نصيبهما من الجسم في الحياة الدنيا وفي حجابها كما كان وصل بالنفس والروح في الحياة الدنيا بواسطة الجسم وفي حجابه يعني كانت الآن النفس والروح في حجاب الجسم وفي البرزخ يكون الجسم في حجاب النفس وكذلك تكون الروح أيضا في حجاب النفس فهذا كله في حكم هذه الدار البرزخية قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فهذا في حال البرزخ هم سعداء في جنة البرزخ لأنها متعلقة بدوام السماوات والأرض فهي غير الجنة الأخروية وكذلك الذين شقوا فهم في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فهذه الأخبار مختصة بدار البرزخ حيث لخلوده أمد وهو انقضاء السماوات والأرض ولوجوده شرط وهو وجود السماوات والأرض فإذا انقضى ينقضي بانقضاء هذا الشرط إذا زالت السماوات والأرض تنتهي الحياة في الدار البرزخ وتنتقل إلى الآخرة فذلك ليس هو وصف الدار الآخرة الكبرى التي لا نهاية لانقضائها لا انقضاء لدوامها ومما ورد في الكتاب العزيز في القرآن الكريم مما يختص بالبرزخ قوله تعالى لهم فيها رزقهم بكرة وعشية يعني سبحانه وتعالى أن النعيم بالرزق وارد عليهم في البرزخ بكرة وعشية فذلك نقيض حكم الدار الآخرة الكبرى التي ليس فيها بكرة وعشية لعدم وجود الشمس فإن حكمها كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله في أكلها أنه دائم وأن فيها فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة وكذلك مما يختص بدار البرزخ قوله تعالى عن أهل جهنم النار يعرضون عليها بكرة وعشية أو غدوا وعشية وذلك في البرزخ ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب يعني جهنم الكبرى يعني هذا عذاب في البرزخ ثم يوم تقوم الساعة يكون العذاب في الدار الآخرة في جهنم الكبرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر يكون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرات النار وقال الله وإياكم من العذاب في الدنيا والبرزخ والآخرة وقال أيضا عن أرواح الشهداء أنها في حواصل طيور خضر ترتع في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وقال أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور فكل ذلك هذه الأخبار تعني بها حالة الأرواح في دار البرزخ يعني الأرواح في البرزخ تكون محصورة في حواصل طيور حول العرش إلى آخره فهذا حال الأرواح في دار البرزخ وذلك حين تعلقها بالنفس لأنه كما ذكرنا فإن الجسم هو من حال الدنيا والنفس من حال البرزخ والروح من حال الآخرة فالجسم والروح في البرزخ متعلقان بالنفس فأرواح في دار البرزخ تكون متعلقة بالنفس فتتصور بصورة البرزخ مدة بقائها في البرزخ وأما حالنا في الدار الآخرة الروحانية فالدار الآخرة هي عالم الروح فهي التي أنشئت عنها الروح فيكون غير هذا غير محصورة غير هذا الوصف وتكون منزهة عن الحصر في الحواصل وعن هذه الأوصاف تكون منزهة عنها لأن وصف عالم الجبروت وهو عالم الآخرة عالم الأرواح غير وصف عالم الملكوت الذي هو عالم النفس ووصف عالم الملك وهو الدنيا غير وصف عالم الملكوت فوصف عالم الملكوت غير وصف عالم الملك لأن عالم الملك هو عالم الأجسام وهذه الأوصاف المذكورة في الآيات السابقة هي من وصف دار البرزخ حين تصور النفس فيه الصور النفسانية البرزخية فإذا شاء الله سبحانه وتعالى الانتقال من دار البرزخ إلى دار الآخرة نقل النفس بنفخة الفزع قال الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض فيكون نقلهم بالبعث من البرزخ بنفخة الفزع دفعة واحدة في حين واحد حكما برزخيا أخرويا ظاهرا عن قول كن وكان يعني دفعة واحدة وهذا أمر حكم الجبرود الذي هو عالم الآخرة وذلك بخلاف ما كان عليه الحكم في نقلهم من الدنيا الذي هو عالم الملك إلى عالم البرزخ كما ذكرنا قبل قليل عن طريق ملك الموت الموكل بالأرواح والنفوس وذلك لأن نقلهم كان من الملك إلى الملكوت بواسطة ملك الموت المخصوص بالجسم وأنه على ما كان نقلا على التراخ شيئا بعد شيء لأنه يتعلق بالزمان وذلك حتى أو على ما تقتضيه الآجال الدنيوية الطينية المجتمل عليها عالم الملك وذلك عن ذلك النقل الآخر من البرزخ إلى الآخرة عن قول كن فكان ومن أحكام دار البرزخ الذي هو عالم الملكوت وانتقال وجوده الذي هو بين الدنيا والآخرة من عالم الملك وعالم الجبروت هو مثل الشفق بين العشاءين أو كالفجر بين الليل والنهار فهذا هو حال البرزخ يعني هو الحد الفاصل فهو مثل الشفق بين العشاءين يعني بين ضوء النهار وضوء الليل أو ظلمة الليل أو كالفجر بين الليل والنهار واعلم كذلك أن آدم عليه السلام حين كان في الجنة على الأوصاف المذكورة في الكتاب العزيز إنما كان في الجنة البرزخية وعالم الملكوت وبيان وبيان ذلك أنه كلف فيها وحجر عليه يعني لم تكن الجنة التي كان فيها آدم لم تكن هي الجنة الأخروية وإنما كانت في الدار البرزخية وذلك لأنه كلف ولا تكليف في الآخرة فالجنة التي كان فيها آدم عليه السلام قبل أن يهبط إلى الأرض إنما كانت في البرزخ وذلك لأنه حجر عليه فيها وأبيح له شيء ومنع من شيء وبدت منه المخالفة وأخرج منها وظهر عليه العور بعد أن لم تكن وكان إبليس معه فيها وظهر عنه الإباء والعصيان والكبر والطغيان وكل ذلك يناقض أحكام الجنة الكبرى التي في الدار الآخرة فإنها أي الدار الآخرة هي دار خلود ولا خروج منها وهي الجنة التي في الدار الآخرة هي طهارة مكملة لا رجس فيها وهي دار مسرح لساكينها لا حجر عليه فيها ودار نعيم مؤبد لا تكليف فيها وهي حضرة مقدسة لا يحلها غير أهلها وهي محرمة على غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخلها أحد قبله ولذلك فذلك غفل عنه الأكثرون من المفسرين وهو تفاوت أحكام المظاهر والتجليات فالمظهر المختص بدار البرزخ بأحكامه له أحكامه ولدار الآخرة والجنة الكبرى لها أحكامها وإنما تكون الدار الآخرة تكون عن لها خصوص تكون مختصة بها يظهر أحكام الآخرة بظهور من يعمرها بأسرار نوره وسيأتي بعض بيانه إن شاء الله تعالى بعد هذا الموضع ثم إذا أراد الحق سبحانه وتعالى ظهور دار الآخرة وترتيب الاستقرار فيها على النوع الروحاني الجامعي للنفساني والجسماني يعني كما كان الجسم في الدنيا يضم النفس والروح والنفس في البرزخ تضم الجسم والروح كذلك في الآخرة الروح تجمع النفس والجسم فإذا أراد الله ترتيب الاستقرار في الآخرة على النوع الروحاني الجامعي للنفساني والجسماني كما كانوا في البرزخ على النوع النفساني البرزخي وقبله في النوع الجسماني الدنيوي عندئذ يجري الله سبحانه وتعالى سنة من سني الوفاة بالصعق المخبر عنه بالنفخة المبينة بحكم الحدوث المنزهة بتنزيه القدم يعني عن الزمان منزهة عن الزمان أن النافذة عن الأرواح فينشئها من اتصالها بعالم النفس والجسم فيكون ذلك بالصعق حيث أو من صعقها ولا يكون إلا بزيادة وكمال فذلك لأنها تقتضي نشأة الاسم الذات لنشأة الدار الآخرة التي فيها الكمال وليس فيها النقص فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال فقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن هذا الحين ثم إن الله يشئ النشأة الآخرة يعني بعد أن يصعق الأرواح يشئ النشأة الآخرة وفي حال صعقها يقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول الله سبحانه وتعالى لله الواحد القهار فيجيب نفسه بنفسه وذلك لأنها يعني هذه الأرواح كانت الموحدة المشاهدة المقرة الطائعة فإذا أعيدت بعد الصعق عادت على ما تقدم من الزيادة والكمال والنشأة الآخرة الظاهرة في الإسم الذات وأنها خلعت عليها هذه النشأة لأنها نتيجة المظهر الأعظم المختص بالدار الآخرة وهو المظهر لتوسعات دوائرها وأحكامها واتصافها أو ظهورها أو ظهوراتها الروحانية الروحانية فتكون فيها بحسبها على نقيض المظهر التي كانت عليه في الدنيا وذلك بما يناسب ظهور الأسماء المكنونة عن الظهور في هذه الدار وفي دار البرزخ كما ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله بمحامدة يلهمها لا يعرفها في الدنيا فيلهمه الله سبحانه وتعالى محامدة خاصة بدار الآخرة فتظهر أسماء لم تكن ظاهرة في الدار الدنيا ولا في الدار البرزخ وإنما تظهر في دار الجبروت أو في عالم الجبروت الذي هو عالم الأرواح وهو أي عالم الأرواح هو ظل عالم اللاهوت الذي هو عالم الأسماء والصفات ففي الدار الدنيا الذي هو عالم الملك وهو عالم الأجسام ومنشأ عالم الأجسام كان عالم الملكوت الذي هو منشأ عالم النفوس كان كائن فيه يعني الملكوت كائن في الملك كما أن النفس كائنة في الجسم وعالم الجبروت كائن في عالم الملكوت وعالم اللاهوت كائن في عالم الجبروت ففي البرزخ يكون الحكم لعالم الملكوت وفي الآخرة يكون الحكم لللاهوت والجبروت وفي الدنيا يكون الحكم للملك و ويكون مركب من هذه العوالم يعني يكون الحكم للملك ولكن فيه النفس وفيه الروح فهو في الظاهر للملك لكن الملكوت والجبروت فيه فالإنسان مركب من هذه العوالم كلها فإذا غلبت عليه أحكام الأجسام كان منزله ومقامه في عالم الملك لا سواه وإذا كان الغالب عليه أحكام النفوس كان منزله ومقامه في عالم الملكوت وإذا غلب عليه أحكام الأرواح كان منزله ومقامه في عالم الجبروت وإذا كان الغالب عليه آداب الكتاب والسنة والتخلق بالأخلاق الإلهية كان منزله ومقامه في عالم اللاهود كما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين إسما ماءة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يجعلنا من أهل الجنة في مقام عالم اللاهود وفي الآخرة تظهر حقائق الأسماء بكلياتها وإلى ذلك أشار بقوله إن الله أو إن لله سبحانه وتعالى ماءة رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا وتسعة والتسعون ادخرها لأمة سيدنا محمد في الآخرة صلى الله على سيدنا محمد وذلك بقية الأسماء وكلها كان لها في الدار الدنيا كانت رقائقها في الدار الدنيا وفي دار البرزخ دقائقها وتكون في الآخرة بحقائقها ولذلك أشار عليه الصلاة والسلام بقوله فأحمده بمحامد لا أعرفها الآن وقال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فعن هذا المظهر الأعظم وعن الأسماء المختص ظهورها بدار الآخرة تظهر توسعات الدوائر وبسطة الوجود وسعة التصرف على مقتضى الإخبارات النبوية وتكون الروح الكل هي القائمة بسائر الأرواح حين ذلك والمشهودة المتصرفة والنفس الكلية والجسم الكل مندرجان فيها يعني كما أن الروح والنفس مندرجان في الجسم في الدنيا والجسم والروح مندرجان في النفس في البرزخ ففي الآخرة يكون الجسم والنفس مندرجان في الروح الكل فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإليه تقلبون فانقلاب ذوات المخلوقين تبع لتبديل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات وذلك تبع لظهور الأسماء التي إليها الإشارة قبل قليل أنها تظهر بحقائقها وظهور الأسماء إنما كانت عن المظهر الأعظم والتجلي الأكبر الموجد لعظم الدار الآخرة وسعة دوائرها ولذلك كانت أيامها أيام الإلهية وهي الأيام التي كل يوم مقداره لسعة دوائره ولعظم المظهر الذي ظهر عنه يكون مقداره خمسين ألف سنة وذلك ليس مثل أيام الرب التي كانت دوائرها عن المظهر الذي أظهرها في الوجود المناسب لها والتي كان مقدارها كل يوم ألف سنة مما تعدون فلظهور المظهر الأعظم والتجلي الأكبر في الآخرة ظهرت الأسماء الباطنة ولظهور الأسماء الباطنة اتسعى العرش لتوسع المظهر الأعظم كما قال الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم اليوم أربعة فهم في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمانية فلتوسع العرش يضاعف الحملة ولتضاعف الحملة ظهرت دوائر الأيام الآخرة ولظهور دوائر الأيام الآخرة تبدلت الأرض والسماوات بحكم ظهور باطنها الملكوتي المناسب لدوائر الأيام الإلهية التي كل يوم منها خمسون ألف سنة مما تعدون ولتبديل الأرض والسماوات قلبت ذوات المخلوقات فظهرت ملكوتيتها واندرج بحكم ظهورها تنوعات عوالمها من روح ونفس وجسم فثبت كل ذلك في الإخبارات النبوية والآيات الإلهية ثبت فيها تفاصيل ذلك من كمال الصور وعظمها وحسنها في الدار الآخرة على النشأة الأولى الآدمية فأعطيت التصرف المطلق المتسع الأخروي المناسب لسعة الدار الآخرة ولحقائق الأسماء الإلهية ونشر الإنعام والمن والجود والكرم الإلهي وذلك هو المقصود من إيجاد الوجود فكل ذلك مشهود في الدار الدنيا لأرباب القلوب من الذين اصطفاهم علام الغيوب من الأنبياء والأولياء فالحق سبحانه وتعالى كشف حجاب الجسم وحجاب النفس ثم حجاب الروح عن أسرارهم وأشهدهم حضرة ذاته وأسمائه وصفاته فهم في كل نفس من الأنفاس وفي كل وقت من الأوقات مشاهدين لا يغفلون عنه سبحانه وتعالى وذلك كله لعنايته وهدايته لهم فنسأل الله أن يمن علينا بما من وعنا به على عباده الأخيار المقربين الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه بعدد ساعات الليل والنهار ما دام الفلك الدوار وسلم تسليما كثيرا وحشرنا تحت لوائه في شفاعته يوم يعطي هناك ملكا كبيرا آمين والحمد لله رب العالمين تمت الرسالة البرزخية لسيد الشيخ الأكبر محيد دين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذن كانت هذه قراءة لرسالة أحكام البرزخ وترتيب الانتقال إليه ومنه لسيد الشيخ الأكبر محيد دين ابن العربي الحاتم الطائي الأندلس ثم الدمشق رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر